حول الوثائقية نضم لنا هنا في الستوديو الزميل صحفي في غرفة أخبار الآن زكريا النعساني زكريا أهلا بك يعطيكم العافية على هذا الفيلم أولا وحدثنا عن كواليس الفيلم الصعوبات، تحديات، معوقات ألية العمل التي تبعت بالبداية خديجة خليني بس وجه شكر لفريق الاستقصاء في تلفزيون الآن وللإدارة اللي دعمتنا وسعادتنا وأمنت لنا طبعا كل الظروف الملائمة لحتى أنه نطلع بهذا الفيلم الوثائقي اللي هو تقريبا أول فيلم يتحدث عن عمل إيران وإرساله للأسلحة الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن والكوثيين بالبداية رح نحكي عن شو هي فكرة الفيلم أو شو الفكرة اللي أجتنا طبعا كل بيعرف أنه الحرس الثوري بيأرسل أسلحة لوكلاءه في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن تحديدا قوات التحالف بعد أن سيطرت على جنوب اليمن ومناطق في ضيق باب المندب منعت ظهرت هذا السلاح بس السلاح لسا عم يوصل كيف عم يوصل هذا السلاح هذا اللي حاولنا نبحث عنه في بداية الموضوع طرق ملتوية كما ذكرنا تماما هي طرق ملتوية بيتبع الحرس الثوري لأرسال هاي الأسلحة الأسلحة لما ناقل حاول ينقل الحرس الثوري للحوثيين في اليمن حاول ينقلهم الأسلحة ويحاول أنه يدعمهم بشتى الوسائل كان عنده فكرة أنه يوصل بعيدا عن الرقابة الدولية كيف هذا الموضوع؟ هذا الموضوع طبعا رح يكشفوا الفيلم بالتفصيل وبالدقة كيف تطلع من الموانئ الموجودة في إيران وبتعبر البحر العرب ثم المحيط ثم تصل إلى الحدود البرية لليمن وتنتقل إلى صعدة في شمال اليمن كل هذه الدقة أعود إلى موضوع الصعوبات مع وقات التحديات لأن الدقة ليست بطبيعية حتى كل هذه الطرق؟ أكيد أكيد وجدنا كثير من الصعوبات هي الوصول لأشخاص عندهم أطلع على هذا الموضوع عندهم وثائق نحن بصراحة انطلقنا من تقارير دولية تقارير لشركات ودول ألقت القبض على حمولة أسلحة وخرجت بنتيجة أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية بدأنا من هذه النقطة ثم بدأنا بالبحث عن أشخاص محددين يتحدثون لنا بالتفصيل كيف تتم هذه العملية وهنا بدأت الصعوبة تأمين أشخاص يستطيعون الحديث عن هذا الموضوع في مناطق مستعرة مثل اليمن هو موضوع ليس بالسهل لذلك وجه الشكر للزميل عيدة روس الخلافي هو من ساعدنا في اليمن هو صحفي متألق موجود في المناطق تحت سيطرة الشرعية قام بالبحث معنا والاستقصاء عن المعلومات والوثائق طبعا حصلنا أيضا على وثائق تثبت هذه الصحة تعبنا لو وصلنا لهذه الوثائق ولكن الأخير الحمد لله أنه وصلنا بنتيجة إن شاء الله تكون مرضية للجمهور كل هذا سنتابعه مباشرة بعد السوديو الآن في الفيلم وثائقي لكن لماذا اختارتم واخترنا في أخبار الآن تسليط الضوء على هذه الأحداث في هذا التوقيت بالذات؟ تصار تسليط الضوء على موضوع الأسلحة والأسلحة ووصولها إلى الحوثيين في أكثر من فيلم وثائقي على شاشات عربية وأيضا صار أكثر من مقال بالصحف تحدثت عن هذا الموضوع ولكن لما بدأنا الموضوع اكتشفنا أنه في حلقة مفقودة هذه الحلقة المفقودة كانت هي الشحن التجاري الشحن التجاري اللي استغلوا الحرس الثوري لإرسال الحمولات المحضورة أو الأسلحة إلى اليمنيين كانت هي السبب بأنه نختار هذا التوقيت لحتى نخرج فيه لحتى نسليط الضوء أنه في شحن تجارية عم يتحرر بداخل الأسلحة طيب طبعا أطلقنا في أخبار الأنهاشتاك الحمولة المحضورة على المواقع التواصل الشمعي فيسبوك وتويتر كان هناك تفاعل كبير بعجالة بعد التغريدات بعجالة رح أقرأ بعد التغريدات ولكن قبل ذلك أود أن نوه للمشاهدين أننا سوف نكشف إن شاء الله خلال فيلم الحمولة المحضورة مجموعة من الأمور أبرزة هي الطرق البحرية التي تخرج منها السفن ثم تصل إلى اليمن وأيضا الطرق البرية الموجودة في اليمن سوف أقرأ عن التويتر نبدأ من بنت الحرمين تقول بنت الحرمين طبعا الكل تشفاعل مع هذا الهاشتاك الحمولة المحضورة إيران تبحث للاحتلال بالدول ودعمها لليمن بالأسلحة ليس بحب للحوثيين وشعبه لكنها تريد احتلال المنطقة مثيب المطرفي يقول قامت طهران بإنشاء شركة لتصنيع السفن الصغيرة لنقل الحمولة المحضورة من الموانئ الإيرانية إلى السواحل اليمنية بعيدا عن الرقابة الدولية وهنا أنوه أننا سوف نكشف بالتفصيل هذا الموضوع أخيرا سعد القحطاني قضية تهريب الحرس الثوري الإيراني الأسلحة للميليشيات التي تقاتل إلى جانبه في كل من سوريا والعراق واللبنان واليمن ليس غريب يعني في عجالة بعض التغريدات هناك تغريدات أخرى وهناك تفاعل أكبر أكيد أتمنى أن نقرأها جميعا نشكرهم طبعا دائما متابعين على هذا التفاعل معنا في كل المواضيع التي نطرحها في أخبار الآن الفيلم الوثائقي إذن مباشرة بعد ختام السيديو الآن ماذا تقول المشاهدين لك يتابعون هذا الفيلم إن شاء الله سوف نقدم مجموعة من المعلومات الحصرية والجديدة في هذا المجال وأتمنى أن يتابعوا ليقيموا هذا الجهد الذي قمنا به لكشف الحقائق نفعل نشكرك جزيلا زكريا نعساني الزميل في غرفة أخبار الآن وطبعا الصحفي شكرا لك زكريا وعطيكم العافية شكرا لك